أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء تأتي ترجمة لحرص الدولة على التخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات بالتنسيق مع البرلمان والتواصل إلى الصياغ الأنسب للتعامل مع الحالة كفة جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لبحث عدد من التعديلات المقترحة على مشروع القانون حيث تمت مناقشة بعض التعديلات التي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيا كما تم استعراض نتائج الإيجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وفق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي فيما يخص هذا الملف